مشاهدين في قناة أخبار عجلة أسعد الله وإقاتكم بكل خير وأهلا بحضرتكم من جديد رد فعل مسير من رمضان صبحي بعد تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهاية كأس العالم للأندية كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي لعب فريق النادي الأهلي السابق وفريق برومز الحالي عن موقف اللاعب من تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهاية كأس العالم للأندية ومواجهة بيرن منخ الألماني حيث قال المصدر بأن رمضان صبحي يشعر بالندم على رحيله عن النادي الأهلي رمضان صبحي كان يؤازر الأهلي في مباراة الدحيل القطري بالرغم من هجوم جماهير النادي الأهلي عليه خلال الفترة الماضية وذكر المصدر بأن رمضان صبحي يرغب في عودة علاقته بجماهير النادي الأهلي كما كانت من قبل لذلك يفكر اللاعب في الرحيل بنهاية الموسم عن برمز لأحد الدوريات الخليجية تصريحات قائد الدحيل بعد الهزيمة من النادي الأهلي خرق قائد ومهاجم نادي الدحيل القطري المعز علي بتصريح غير متوقع عقب خسارة فريق أمام الأهل المصري بهدف دون رد في بطولة كأس العالم للأندية حيث نقل موقع آس الأسباني عن المعز علي تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الدحيل بعد المباراة قال فيها خسرنا اليوم بسبب احترامنا الزائد لمنافسنا الأهل المصري خاصة في شوط المباراة الأول الذي لم نظهر فيه بالشكل المطلوب واستقبلنا هدفا ولكن بشكل عام فريقي لم يستحق الخسارة وبدأ التصريح غير متوقع للوهلة الأولى إذ عادة ما تنسب هزائم الفريق للاستهتار بالمنافس وليس احترامه وتابع المعز علي تصريحاته قائلا حاولنا إدراك التعادل في الشوط الثاني بعد التغييرات التي قام بها الجهاز الفني لكن الفريق لم يوفق في الوصول للشباك من رغم من الاستحواز الواضح على الكرة طوال زمن الشوط الثاني لعبنا على أرضنا ووسط جمهرنا وكان يمكن أن نظهر بصورة هجومية أقوى ونسيطر بشكل أكبر لكن لم نتمكن من ذلك وعندما عدنا لمستوانا الحقيقي في الشوط الثاني لم ننجح في تحقيق التعادل واختتم المعز علي تصريحاته قائلا لكن لا بد لي أن أتقدم بالتهنياء إلى النادي الأهلي وأتمنى له التوفيق في مشواره القادم في البطولة وفي نفس السياق أيضا تحدث سابري ألموشي المدير الفني لفريق الدحيل القطري في تصريحات عقب المباراة وقال بأن المشاركة في المباراة الأولى للفريق في المنديال شرف كبير فدائما تكون تلك مباراة مختلفة لقد بدأنا في الشوط الأول بخدل ولكن في الشوط الثاني كنا جيدين للغاية ولكننا خسرنا في الشوط الأول ورفض مدرب الدحيل أن يلوم لعبيه وقال بأن الفريق كان ينقصه الخبرة في مباراة اليوم فهي ما صنعت الفارق ومنحت النادي الأهلي الفوز في تلك المباراة أما بيتسو موسماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي فصرح عقب الفوز قائلا أهنئ اللاعبين على الفوز وأشكر الجماهير التي كانت دعمة لنا طوال الوقت المباراة كانت صعبة وفريق الدحيل جيد وكنا متأكدين من لعب لقاء تيك تيكي جيد بالطبع مباراة بيرن ميونيخ ستكون صعبة ولكننا سنستمتع بها ليس لدينا ما نخسره نستطيع تقديم أداء جيد بيرن فريق كبير وفاز على برشلونة 8-2 من المقرر أن يلاقي النادي الأهلي نادي بيرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل 8 فبراير 2021 في نصف نهاية منديال الأندية في النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد ياريت لعجبك الفيديو اضغط لايك ولكنت بشاهدنا للمرة الأولى اشترك معنا في القناة وفعل رمز الجرس ليصلك منا كل جديد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة